اتصال مع النائب شامل روكوز مباشرة إذن معنا النائب شامل روكوز صباح الخير صباح النهور يا عتوك بنعافي الله يعافيك لابد من السؤال بداية شو رأيك باللي صار اليوم بالمشهد في محيط مجلس النواب رأيي أول شيء على المستوى الشعبي إنه الشعب قال كلمته والنواب هنه مثلين الشعب المفروض يكون صوت الشعب هو الصوت الهوي والصوت اللعلى وهيك كان هي على المستوى الشعبي على المستوى المجلس النيابي المستوى الدستوري كان مفروض تكون الجلسة للجان النيابية مش جلسة تشريحية للجان النيابية تمشي الأمور بالمجلس النيابي بطريقة صحيحة وليجان تقدر تشتفل شغلها والمجلس بتعطى مع الموازمة الآن سيابة انخلطوا اثنين ببعضهم كنا نتمنى كانوا ينفصلوا وكانت لأمور بتمشي بطريقة أسهل وأسلط وأحسن ولا كرامة المجلس النيابي ولا كرامة النواب ولا حسن سعير للأمور لو كانوا مفصولين ساعة النائب كنت فتت كنت جيت على الجلسة كنت شاركت لو كانت اللي جان لحالها صح لأنه اللي جان لحالها يعني مفروض تمشي الموازن يتبلش المجلس النيابي ناعش الموازن نعم ولكن الشعب يقول هلأ مش وقت موازنة ومش وقت لجان هلأ وقت تسمية رئيس الحكومة الشعب ما قال مش وقت موازنة قال مش وقت تشريع مش بوقته نعم نحن نعرف مظبوط الشعب شو قال وهي الحقيقة تشريع مش بوقته ولا عفو العام وقته هلأ بعدين هذا ما منه موضوع نبحث بده شغل كتير هذا أساسا أنا ضده من زمان يعني ما منه جديد نعم تحديدا النقاط اللي قطة الموازنة موضوع دقيق وحساس نعم تحديدا كنت حدثت عن نقاط كثيرة بالعفو المؤدم من النواب ياسين جابر وأيضا إذن النائبين ولكن شو هن النقاط تحديدا اللي كنت معترض علي وماذا يجب إضافة إلى هذا القانون أنا أساسا ما أعترض عن فكرة العفو بشكل عام أنا مع العدل العام مش مع العفو العام لأن العفو العام عم ببرة ناس هنه ممكن يكونوا مجرمين أو ظالمين أو تجار أو إلا ما هنالك بس العدل العام بيعطي كل واحد حقه إذا حدا ظلم مفروض يكون فيه تعويض على الظلم بس مبدأ العفو العامة ومن طرح أول شيء لجنة وزرية بهذا الشيء تشتغل فيه هاللجنة الوزرية كانوا مسلين فيها كلهم بعدين تنكروا لأله هاي أول شغلة تاني شغلة وصلها لعند الزميل ياسين جابر كمان هو الوصل له وتنكر لأله يعني ما أنه شايفه لأنه متبنى أساسا ووصلها لعلى على المجلس النيابين ما أنه متبنى للعفو العام مش هو اللي مقدمه مقدمه بس هو تبرة منه أنه أعطيه ليه الليجنة الوزرية اللي مره هلا بالمجلس النيابي على سبيل العجلة هذا موضوع خطر كتير ولا ممكن ينعمل على سبيل العجلة هذا بده يندرسي لأكثر الحدود إذا فيه ناس مظلومة أنا شخصيا ضد الموضوع نهيا بس إذا فيه ناس بده يجربوا يستفيدوا منه يناس يكونوا عندهم مظلومية معينة يستفسروا منه وما نباتج أنه اللي موجودين بالسجون المحاكمة يزال متون مفروض نسرع المحاكمات ونعوض عن ناس اللي ممكن يكونوا مظلومين مش نطلع عفو عام نزلوا من ناس اللي نزلها مقابل جرايا نرجع نزلهم مرة تانية بالعفو نعم عميد لابد من السؤال أنه تم سحب مادة قديمة من المواد لتمديد الليجان هل راضي عن هيد الخطوة اللي قام بها الرئيس؟ صحب مادة قديمة يعني لتمديد الليجان بحكم أنه ما قدروا اجتمعوا مادة من عام تسعين لا زبدك هيدا الاجتهاد اللي عمده دكتور إدمون رباط نعم صحيح صارين لا لأنه لعمل المجلس بدأ درسة الموضوع مني أكيد منه بس أنا كنت بتمنين عمل جلسة خاصة للي جاين لها حسن صار لأمور المجلس النية بتكون حلحة للوضع اللازم الموجودين فيها ونحلت الأمور كلها بس صار اللي صار أنه بالنتيجة عمل المجلس لازم يمشي تنشوف بدأ درسة تنشوف شرعيتها وأنونيتها يعني ما عندي المين بهذا الموضوع بشكل خاص هلأ بسرع نعم هل برأيك اللي صار اليوم هو انتصار جديد للثورة؟ أكيد بالنتيجة انتصار جديد للثورة هذا شعب والشعب عم بيعطي رأيه بالموضوع وبعدين مثل ما قلتلك أنه في أمور كتير مطروحة كانت على تشريع أنه مش وقتها هلا ولا ولا لزومة المستعجل المستعجل كان هي اللي جان كان مفروض فصل عن بعضها تا المجلس يتعطب الموضوع وبعدين الثورة الشعبية كانت متفاهمة هالموضوع نعم بس اللي صار أنه اللي صار بعدين كان مش وقته غلط والناس سألت كلمتها وأكيدة مثلين شعب مفروض يعتبروا صوت الناس صوت مقدس ويحترموا هل برأيك هيدا هالخطوة اللي صارت يمكن سوء إدارة للأزمة الموجودة بالبلد كيف بتأيم هيدا الوضع سوء إدارة سوء إدارة مضبوط لأمور فيتر بعدها كلها سواء وعم بيجربوا يطلعوا من موضوع معايا مشان بيعرفوا يطلعوا يعني بيعملوا الشغلة تصور أسوأ يعني تيطلعوا من المشكلة بيعملوا مشكلة جديدة هذه التخبط اللي عم بيصير نعم مفروض لأمور بسرع وقت ممكن تمشي طالما أنه معاقدي معاقدي جو السياسي وخاصة أمور السوري السوري السريعات سريعة يتعين يتكلف رئيس حكومة ويشكل حكومة بالمنطق اللي عم بينحكي فيه حكومة أخصائيين ناس سوبر وزراء خيرين مصغرة تتجير تنهب البلد بطريقة سريعة وإلا رح نظل المرأة من تخبط لتخبط والثورة تكبر وبشجاعة تكبر أكتر لأنه التخبط ما بيهم بلد البيهم بلد هو حلول جزرية وموضية دستورية وصحيحة وتحترم رأي الناس نعم عميد عندك خبرة طويلة بالعسكر وبالشارع أيضا ولابد أنك ترى نظرة ما نحو المستقبل إذا لم يكن هناك أي خطوة من قبل السلطة كيف ترى الشارع إلى أين سيذهب الشارع برأيك أكيد الشارع مفروض يضبط حاله بحاله أن الفوضى بالشارع مسموحة بظروف ثورة مثل هذه بس أنه بدون ينتبهوا للشرود بمحل ما وخاصة الشرود اللي بيبقى له طابع قديم بروس الناس أنه شرود فوضى أو مليشية يصوروا يتصرفوا طريقة سيئة وخاصة بالنسبة للجيش والكوة الأمنية مفتحت رامهم بالواد ذاته أكيد أنا أنه إذا رح يضل تخبط السياسي موجودة هيك الثورة رح تتصعب أكتر وتتوسع أكتر هذه أمور مفروض ننتبه لها نحترم رأي الناس رأي الناس هو الرأي الصح لأنه رأي معاناة ونطلع من نظرية المؤامرات ونفكر أنه خلص المؤامرات الداخلية بتخبص علينا المؤامرات الخارجية وهلا إذا بدنا نظل بهذه الطريقة هذه أنا أبدأ لك الثورة رح تكبر أكتر ورح يصور الظروف أصعب وأكتر وأكتر وبعتقد نحن الموجودين الوضع الموجودين فيه هلأ كتير معقد أكتر من وقت ما بلشت الثورة لكن ممكن الحلول بالأول توصل لنتيجة أسرعة وأهيان وأقل كلفة للبلد وللناس نعم هلأ صارت أصعب كتير يعني برأيك طبعا نعم شكرا لك النائب العميد شامر روكز على المداخلة